السلام عليكم فاميلا الحباب والصحاب لبس عليكم مش خباركم كيف تفوشي بحورات تمنى تكونوا باخير وعلا خير ان شاء الله سنقدم لكم واحد بقلاص كي يجي معلك والذيذ بما دق الكراميل ورقحته في الشكل دياله ولي غادي نفعكم وغادي بردع لكم فاد الحرارة هذه ما غا نطوش عليكم بزاف وغادي ندزل المقادر وطريقة تحضير اول حاجة غادي نبدو به حضير النوغا لمجتم بطريقة دوا ربعه أكبر سنبتو المبقرلا لم ت يصبole الساننت قمناه برا وجوم بتصرق من نرك ببسط قبل النار لم يبقLes من نهائا وقومات بتفع 하 recip قليل فاعد ما زال من خلال سوف تضيف معلقة كبيرة الزبدة سوف تحركه جيدا حتى تسجم مع بعضهم سوف نضيفه واحد جوج معلق كبار القرقع سوف نخلطه جيدا لا يقصح سوف نضيف معلقة كبيرة سوف نضيف المعلقة كبيرة مهرمج محمر و مهرمج و المكسرات تبقى على حسب ما تريد في لغو الزبدة او اللي كانت متوفر عندك كوكا والقرقع اي حاجة كانت متوفرة عندك لا مشكلة سوف تكتفي معلقة بحديته من بعد تزورها من فوق النار و توضعها من فوق ورق الزبدة لا يزال سخونة من فوق نر مباشرة قبل ما تجمد لكم و تحاولوا تزربوا عليها خفا من فوق لك سوف نضيفها لكي تضيفها قبل ما تجمد لكم لكي لا تبقى لكم غليظة لان خصاتكم حلقة مستحرقيقة على هذا الشكل هذا غير بالمعلقة حتى تدى و تجمد لكم و تجمد لكم بلاحظة و تستطيعها من بعد تدوزها ضروري في طحانة كهربائية حتى أنت تحتاجها ايضا إذا تخليه طرف كبار أو صغير سوف ترى حقا أحتاج 700 ميلي لتر القشدة الطرية وتكون بردة و تنجب ذلك سوف تحضم بها مباشرة ضرورة سوف تحتاج تضع الطحان الكهربائي كيف تشوفوا الكريمة راه باردة باردة مزيان كما يقولون من ثلاجة غادي طلعوها بالبطور مزيان حتى ماشي غادي طلعوها قاعدة تسولي على شكل الكريمة موهما انتم غادي شوفوا القوام دياله كيفش غا يكون كتكون على هات شكل هذا لان مازال غادي نزيد ونطلعوها مع المكونات غا مقا ونضيفو شوي بشوي يعني ما طلعوها وش من المرة اللولة طلعوها مزيان سوف يدب غادي نضيف حليب مركز يعني نسلين غادي نحتاج للعلبة كاملة لان مدرانا للساني دا لسكر غلاسي لاتحجة باش طلعنا الكريمة غادي نحلي وفقط غير بنيسلين سوف يكما كلمكم غادي نحتاجوا للعلبة كاملة وستفي من بعد غادي نبدأ باش غادي نطلع الكريمة واحد شوية تهي غادي نخدمها غير واحد شوية ما غاديش نعيني بقا نطرر فيها بزاو حتى طلعليها في مرة سوف يكون هدا هو القوام ديالها من بعد غادي نضيف لها علبة الياغور تبيعي اي نوع عندكم ديال ياغور تبيعي كتضيف لانه كيعطيكم هداك التكستور كريمية يعني بحلة كتديروا للجوبن او لماسكاربون او لاشي حاجة كيعطيكم شوية هداك يجي شوية كريمي ويجي معلك واحد شوية سافي كما كتلكم حتى هو يكون بارد من تلاجة باش كي يخلي هداك الكريمة كتجي معلكة سافي غادي نطرب واحد شوية اذا كنت لكم في الول ما تطربواش بزا ما حتى كنتم تخدموك تضيفوا المكونات وانتما كنتم تبقى تخلطوا كي كل القوام ديالها على هات شكل هذا سافي دبا غادي نضيف واحد العلبة ديال ياغور ديال الكراميل بغيتوا الدرجوش العلبة بديروهم كتافي تغيب علبة واحدة فقط ديال الكراميل تهي باردة من تلاجة وسافي دبا غادي نخلط الكريمة ديالي مزيان غادي يكون هدو هم المكونات اللي اضفت في الاخير عاد من بعد دبا غادي نضيف النوغا كي ما قلت لكم من بعد ما هرمشتها سافي دبا غادي نخلط غير بالسباتيون مزيان حتى ندخل هديك النوغا في الكريمة مزيان مزيان وانا كنطلع من فوق التحت باش مكتنزل شيال الكريمة على هات الشكل هذا تتخلطوا لي المكونات كلهم مع بعضياتهم وقبل ما تبدو تخدموه في القلاس حاولوا توجدوا المول اللي غادي تديروا فيها هذا القلاس هذا وجدوا علاجا بخليوا باش تحتاجوا هنا استعملت مول دائري اللي كي تحلل من جناب وغلفته بلاسيك غي دائي اي مول كان عندكم كيف ما كان شكل ديالو نوع ديالو تقدروا تخدموه به غلفوه بالبلاسيك باش كي سهل عليكم انكم تزولوا القلاس بكل سهولة هنا كيف كاتشوفو كبية الكيميه كلها هانتو ما كاتشوفو في ايدوك الحبيبات ديالو كعب تيرا كي جيزوين مقرمشين من الداخل والدادين بساف سافي كاتتتبسطوه مزيان بشي سباتيول السطح ديالو ومن بعد كاتتبقوا بتحركوا المول من فوق سطح العمل حركوه مزيان باش كيتبسط لكم من فوق وما يبقاوش لكم فراغات من الداخل باش مليك تزولوه ما تلقاوش حفيرات من الداخل في مكي يعطيش من درزوين مكتبعوا بزينو سافي غادين استمر بنفس الطريقة حتى نقدوه مزيان كيمات لكم نحركو باش يتقدم زيان غالفوه بلاستيك غدائي غالفوه مزيان 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 باش مليد دخله المجمد مكي يشمش لكم هذي كريحة ديالتلاجه كي يجي في داك المأدق خعيب غالفوه مزيان بالبلاستيك غدائي ودخلوه مدة تلاتة تلربع ديالسوية وهنا كيف مكتشوفو ممن بعد موجد القلاس كتزولو بكل سهولة راح تيل ادرتوا داكلو مولي مكيتحلش من الجناب اي مول درتوه راح تخلي غي واحد يوم بعد مكتخروش من المجمد كتخلي واحد فيه وكتقلبوه في طبق ديالتقديم كي يتقلب لكم بكل سهولة هنا غادي نوضع الطبق اللي غادي نقدم فيه وغادي نقلبوه سفي كيف كتشوفو غادي نزول هاداك البلاستيك غدائي على هاتشكل هادا وصفي بنز بلتزين كي يبقى دائما اختياري على حسب اشنو بغيتي منتوما هنا غادي نزينو بالكراميل اسوالي كيتباع او اللي غا تصابوه في الدار ولا زينو بالشوكولة او لا اي حاجة بغيتو تزينو بها را كي يجي لدي لديد بزاف دائما انا تزين مكان بغاكش نشرط لانك يبقى لاحزة بالموجود عندك في الدار او لا شنو كل واحد وشنو كيتشهاها سفي غادي يتدهم بالكراميل على شكل هادا مزيان من فوق ومن بعد غادي ندير فوق منو لوز ايفيلي سوى تحمروه او لا تخليوه هكا كبيض مهم او ميكي يكون حمر كي يكون مقهير مش يزوين سفي غادي نكمل بنفس طريقة حتى نعمروه كامل بالوز فيلي او غادي نقدموه بس حوارحة كيف كتشوفو كي يجي غلاسة راقي الضياف لتحميرت الوجه كي يجي لديد وكي يجي معلك يعني كي يجي في ديك تعليقه من الداخل وكي رايميل في نفس الوقت وكي يكون في ديك الحبيبات ديالنوغا يعني كي يجيو كخوكم كنتمنى اه اه انا الاعجاب ديالكم وشتركوا في القناة شاركوا فيها دابا دابا بضعوا في الوزرات باشتوصلوا دائما بالجديد اللي كانحت لكم واشتركوا الفيديو ديالكم على الحباب والاصدقاء او لا الاخليب لي واحد تعليق يكون زوين 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 خيب او لا زوين مهم انا غانت قبلوك كيف ممكن هو او ما تنسوش ايا لايك ما بقاليا غينجو لكم بس حوارحة خليتكم في اماني له مع وصفة او فيديو جديد ان شاء الله بسلام عليكم انتم ما شوفوا من الداخل كيف اشكيش كي يجي غزل غزل مشهيدكم في او بسحتكم ورحتكم اشتركوا في القناة